موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقالوا وسهلا بكم في الحلقة التسعة من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنقدمه لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني برنامج رمضان واشياء هو البرنامج اللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان بحرية كاملة في حرق الاحباف والنهاردة حنتكلم عن مسلسل الفتوة الحلقات من تمانية لستاشر فلو في حد متابع مسلسل الفتوة ولسه ما وصلش للحلقة الستاشر افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتاه الحلقات بتاعتنا واخدى شكل حوار حر بدون نص معد مسبقا بدون سكريبت وبنتقابل كل يوم في البث بتاعنا على نيمو اللينك بتاعه تحت في الدسكريبشن لو حضراتكم حبيتوا تنضموننا عشان نتكلم عن الحلقات اللي احنا بننشرها او عن مسلسلات رمضان بشكل عام احنا دلوقتي في الحلقة الربعة من الجولة التانية فضلنا حلقة كمان في الجولة التانية ومع انطلاق الجولة التالتة حتنطلق مسبقتنا اللي هيكون فيها فائزين بشكل يومي من كل حلقة هتطلع في رمضان واشياء جوائز مقدمة من حلواني النص التاني جوائز زريفة فاشتركوا في القناة وتابعونا عشان ان شاء الله باذن الله لما المسابقة تبتدي تقدروا تشاركوا فيها ويبقى عندكم فرصة للفوز مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال احمد صلاح حسني نجلاء بدر مايو عمر رياض الخولي احمد خليل احمد خالد صالح السيناريو لهاني سرحان والاخراج لحسين المنباوي الاحداث بتاعتنا بتدور في القاهرة القديمة سنة 1850 عصر الفتوات وشيوخ الصناعات وشيوخ الحارة والامور دي كلها والاحداث بتاعتنا ما زالت مستمرة في التدفق على جميع الاصعادة وعلى جميع الخطوط اللي تم تقدمها الخط بتاعة المغامرة الخاص بالمتلتم الفتوة والمتلتم اللي بيعيد حقوق الغلابة والمساكين والمظلومين دخل في مشكلة كبيرة مع تصرع حنوقف ان هو يتقمص شخصيته للانتقام من فرج ورجالته اللي خده فلوسه والكلام دي كله مما قدى لمقتله وقدى لتفجر البركان اللي داخل حسن في مواجهة الفتوة والانتقام لحنوقف شخصية مش عارف السر في اختيار اسم حنوقف ده كل ما بسمعه ما بقدرش ان انا اتعاطف معه بزيادة يعني بدون اي مشكلة في التنفيذ بتاع الموضوع هو اسم حنوقف بس بالنسبة لي غريب شوية احتمال اكون بقوله صح احتمال اكون بسمعه غلط اصلا والمواجهة بتاعت حسن مع الفتوة ومواجهته بواقع اللي بيحصل في الحارة ما كانتش المواجهة الوحيدة اللي حصلت عندنا مواجهة اخرى من حسن لصابر برضو بعد ما تذكر او جمع ايه بالزبط اللي حصل مع والده وملابسات قتله ومواجهة لليل مع والدتها اللي نجحت في انها تلاقيها اخيرا وترجعها للحارة عشان تستعيد مكانتها وعندنا لسه سيد المعلم سيد فتوة المتبح مصمم على ان هو يستعيد الكنز بعد ما عرفنا قصة الكنز بالتاريخ بتاعه وتأكدنا دلوقتي من استحواذ حسن عليه وعدم معرفته بالكامل هو هيعمل ايه بالزبط او هيتصرف فيه ازاي سيد لسه مصمم ولسه عنده قدرة ان هو يقتل وعنده قدرة ان هو يصفك الدماء من اجل الوصول لهذا الكنز عندنا دلوقتي المعلم صابر ابتدى يخاف من اخرته وابتدى يراجع تصرفاته ويراجع الحاجات الكتير اللي ممكن يكون كان ساكت عليها وبيحاول يصحح او يصلح كتير من الاخطاء اللي عملها في حياته ومع اقتراب صابر من هذه المرحلة عزمي دلوقتي بقى قلقان جدا على مصير الفتوانة من بعده وبيحاول يأمن نفسه او يتأكد ان الفتوانة حتقول لي هو شخصيا ويقتل او ينهي كل خوف عنده من انه يكون فيه منافس على هذا المنصب عندنا كتير بيحصل على مستوى العلاقات العاطفية ما بين حسن وليل ما بين عزمي وجميلة وما بين جميلة وحسن وما بين فضل وزينب وما بين فيه فيه مسلسات وتنائيات ومربعات وشغل جميل قوي في الملعب على مستوى الرومانسي والحاجات دي كلها ودي نقطة من النقطة المهمة اللي عايزين نتكلم عليها لسه المسلسل بتاعنا بيتمتع بقدر كبير من الثراء زي ما قلنا لانه حاطت نفسه في ميادين كتير ميادين المغامرة ميادين الاسقاطات الاجتماعية من قصة تاريخية ولكن صالحة للتطبيق في اي زمن وفي اي مجتمع العلاقات الرومانسية الكثيرة الاكشن الغموض الخاص بالاسرار الكتير اللي التالي بتتكشف واحد وراء التاني وفكرة ان احنا عندنا حاجات كتير بتحصل وميادين كتير موجودين فيها مش هو الجانب الرئيسي او مش هو العامل الرئيسي اللي بيساعد على تميز مسلسل الفتوة في المرحلة دي والمرحلة دي مهمة جدا يا جماعة يمكن انا لما اتكلمت عن الثلاث مسلسلات اتكلمت عنهم بالفعل اللي هم بميت وش والبرينس والنهاية في المرحلة التانية ما كناش لسه وصلنا لاكثر المراحل حرجا في عمر اي مسلسل رمضاني وهي حلقات المنتصف النهاية عارف يوصل لللي احنا كنا بنتكلم فيه بشكل كويس كذلك البرينس كذلك بميت وش ولكن الفتوة هو اللي بيقابل الامتحان الاصعب معانا النهاردة الحلقة 16 منتصف الاحداث المرحلة العادة للأسف المسلسلات بتبتدي تقع فيها فخ المط والتطويل والامور الكتير اللي ابتدت تظهر على السوشال ميديا انا مش محتاج ابقى راجل مكتشف يعني عشان اقول لكم ان ده اللي بيحصل في مسلسلات رمضان دلوقتي اغلب الشكوة بتاعت المشاهدين على مسلسلاتهم المفضلة هي المط والتطويل وتضيع الوقت وتراجع الاحداث الفتوة بقى بالتحديد في مكان تاني الفتوة ممكن يكون بدأ على هادي يا زبادي كده وبعد كده بقى عمال ينولك في وشك من كل ناحية كل الاحداث متفجرة كل الخطوط في اسخن النقاط الممكنة وكمان مرة مش ده بس اللي بيميز المسلسل اللي بيميز المسلسل اكتر واكتر ان ما فيش حاجة من دي عبيطة ما فيش حاجة من دي مقحمة ما فيش حاجة من دي ملأمة اكتر من اللازم كل المياه اللي بتغلي دلوقتي دي النار كانت والع عليها واحدة واحدة بقالها فترة ودلوقتي بنحصد اللي احنا زرعناها على خطوط قصة اتبنت كويس وتقدمت كويس وفلسفة سردها كانت كويسة جدا زي ما اتكلمت في الحلقة الاولى اللي اتكلمت فيها عن مسلسل الفتوة بتاعة السنابشوت ابروش ان احنا كنا موجودين في خط زمني طويل قوي وفجأة نورنا حتة معينة الحتة دي بيحصل فيها حاجات كتير كان لها بناء زمنيا موجود من قبل كده عشان كده وصولا للحلقة 16 بالتحديد ممكن تكون اشباح الماضي هي البطل الرئيسي للأحداث اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي شبح احمد الجبالي والد حسن شبح صابر في شبابه شبح الكنز شبح ام ليل شبح دموية سيد شبح الفتوانة وتداولها اشباح كتيرة قوي رجعت تزورنا وفي النقطة الرئيسية يعني احنا اتنين على السيناريو كتير وممكن نكون في الاخراج قلنا له ما له وعليه ما عليه وهو لسه له ما له وعليه ما عليه ولكن زي ما تقول كده بقينا مدركين لقد ايه احنا موجودين في حتة جميلة قوي في زمن المسلسل الحتة اللي بنحصد فيها كتير من الامور اللي زرعناها قبل كده وبناء عليه الاخراج على مستوى التنقل ما بين اماكن الاحداث وخطوط الاحداث والتصاعد في الحدة والتصاعد في الحرارة بتاعت المواجهات والكلام ده كله قدم بعض التسلسلات التي هي من اروع ما يمكن من اروع ما يمكن بكل تأكيد التسلسل بتاع الحلقة الاربعتاشر المواجهة اللي حصلت ما بين حسن وصابر في المولد ممكن يكون احنا عملين نوزع جواز اسكر وحنا عاديين كده نقول افضل تكسيد افضل مشهد دراني افضل نكتة افضل اداء تمثيلي افضل معرفش مين والمسلسلات كلها عملة تتنافس في الامور دي تدافس جميل يعني مش تنافس سلبي وعملين يحققوا انجازات في نواحي مختلفة انا اقدر اقول ان افضل تسلسل المشهد معين او الحدث معين كان بيحصل على عدد من الاماكن هو الحدث ده في مسلسل الفتوة لما سيد كان بيحكي هو ايه اللي حصل مع احمد الجبالي لما صابر كان موجود في المولد وهو نفسه ابتدى يستعيد اشباح الليلة المشؤومة دي مواجهة مع حسن اللي هو كمان اخيرا بيفتكر وبيجمع اللي حصل بالزبط الموسيقى التصورية التنقل في المونتاج اعتماد صوت رياض الخولي كراوي للاحداث اللي بتحصل في الحاضر مش بس في الماضي الفلاش باك للمشاهد بتاعت الماضي ومدى قصوت الحادثة اللي حصلت حاجة كده انا اتكيفت يعني اقول لك ايه مش سهل قوي نتفرج على تسلسل في مسلسل من رمضان وتقول انا شبعت انا شبعت الحلقة 14 باللي حصل فيه هداية انا شبعت من جمال البيك لانها حاجة قعدنا نبنلها بقالنا كتير قوي لغاية لما وصلنا اللحظة التفاجر متميزة جدا على مستوى المونتاج على مستوى التكسيد على مستوى الحوار على مستوى الموسيقى رغم ان حاجات كتير من دي فيها مشاكل في اوقات اخرى ولكن زي ما نقول ايه كده يا جماعة لا احنا دلوقتي جايين على اللحظة حلوة تعالوا كلنا نقدم تعالوا كلنا نقدم افضل ما عندنا حقيقي الحلقة ال 14 من الفتوة من اجمل الحلقات اللي تم تقدمها في مسلسلات رمضان كلها عجبني جدا كمان ان ده وافع تحرك الاحداث مختلفة وتارية وبتوازن ما بين كل الميادين اللي الاحداث موجودة فيها او اللي المسلسل الموجود فيها عندنا العلاقة المركبة ما بين الاباء والابناء عندنا العنصر بتاع المغامرة او عنصر الانتصار للعدل على الظلمة او الصراع بتاع واحد عاوز يجيب حقوق الناس وبعد كده الجانب السياسي في استقبال الناس نفسها العوام لبطولات الرجل دوت والرقد السريع للومه وشيطنته في اي لحظة الموضوع ده احنا متعودين عليه من الافلام الامريكانية في قصص السوبر هيرو فكرة الهيرو والفيلن فكرة الشخص اللي انت في يوم شايفه المدافع عن الحرية وفي اليوم التاني الخطر الرئيسي على الحرية بتاعتك المسلسل نقدر نقول ان هو خلق جزء ورث اعوز اقول ورث انهرت الثيم ديت من افلام السوبر هيرو بشكل كويس مش هقول طبعا ان هو على مستوى الافلام التانية بس انا بتكلم على الشق الدرامي وفي الشق الدرامي لا هو مش اقل من افلام السوبر هيرو في الحيطة دي بالتحديد وفي الاسقاطات الاجتماعية والسياسية اللي هو بيطرحها اللي انا بقول في البداية انها كانت هادية شوية او مستخبية شوية او خجولة شوية في الحلقة الاولى اللي اتكلمت فيها لا وصولا للحلقة 16 الموضوع دلوقتي بقى حاد وبقى جريء وبقى فيه قدر من الحاجات اللي ممكن تخلي المشاهد يفكر ويعوز يشغل مخه مع اللي بيحصل العلاقات الرومانسية يا جماعة شرشلة فم النساء والعمليين وفي العالم اللي موجود معانا سواء على المستوى التاريخي او على مستوى الاحداث الحالية العلاقات الرومانسية وتركبها ومساهمتها في تعقيد المواجهات نفسها يعني علاقة حسن بليل والتعقيدات اللي موجودة فيها دلوقتي بعد ما عرفنا ضلوع صابر في مقتل احمد ده موضوع كبير موضوع مش سهل جميلة ومثلث الحب اللي ما بينها وما بين عزمي وما بين حسن هي عايزة حسن عزمي عايزها وهي دلوقتي فقدت الامل في حسن وابتدت تلعب الكروت اللي موجودة معها على الترابيزة التاريخ لما بنرجع بقى للقصة بتاعة حسيبة واحباب والحاجات دي كلها ويا جماعة انا مش سهل علي ان انا كون بتفرج على خمس مسلسلات ولما اجي اتكلم على مسلسل افاكر الشخصيات بالوضوح دي يعني يا جماعة انا انا اعدت اربع خمس حلقات مع شخصية اسر ياسرين في بميت وش ولما جيت اقول الحلقة لقيت نفسي مش فاكر اسمه الفتوة لأ الفتوة رسخ الحاجات دي كلها عندي ما اضطرتش ان انا ابحث عنها كتير الناس الطبعة في مخي الاحداث الطبعة جوه تفكيري خصوصا كمان وان مش بس الاحداث بتاعتنا هي المتميزة جدا عندنا كمان التجربة التقنية والتجربة الفنية ارجع واقول التجربة البصرية بتاعة مسلسل الفتوة تخطط مرحلة انها الافضل في رمضان ده ده هي الافضل من كتير قوي من كتير قوي انا ما بحثت استراحة استراحة على مين مدير التصوير بتاع المسلسل بس انت الافضل انت الافضل بكل تأكيد التجربة البصرية مليانة لوحات مليانة حاجات عظيمة الحلقة ستاشر يا جماعة يا خبر ابيض الحلقة ستاشر فيها مشهد عابر ومش مميز خالص فيها مشهد بتاع جميلة اللي بتجسدها نجلاء بدر قاعدة مع صاحبتها اللي بتشتغل معها والكلام ده كله على كنبة في مكان نهار داخلي زي ما بيقولوا وفي ضوء شمس جاي من الشباك احنا شايفينه لانه عامل ري يعني لما تيجوا تبصوا على انا اسف ان انا مش عارف اجيب لكم والله الحاجات دي بصريا حس انها حاجات جميلة وممتعة جدا بس انا خايف بصراحة باين ان فيه ري داخل والري ده منور الشخصيتين بس ولما جينا نعمل عليهم من زاوية تانية حسيت ان الاضاءة ممكن تكون استنعية ولكنها لسه محترمة السكوب اللي داخل من الشباك لان بعد كده لما حسيبة اللي هي عيدة رياض دخلت والشخصية تاعت نجلاء بدر وقفت فجأة بقى نور جايب لغاية هنا بس وهنا بقى فيه ظلمة معرفش طبعا لو الكلام ده مقصود على مستوى الاخراج وعلى مستوى التصوير عارف الحاجات الجميلة النكت الزريفة لنسبة قولها لما فيه واحد يحب يتزوق مشهد فنيا ويقول انه هو ساب عنده فكرة معينة على ان الشخصية بتاعتنا دي ليها وجه اخر ممكن يكون مظلم وعنده قدرة انه هو يقزي اللي حواليه وامور زي دي ممكن يكون مش مقصود ممكن يكون مقصود انا تزوقته حبيته ولو في حد عاوز يبقى يتريع على الكلام ده فده نوع من انواع التفخر بالجهل فبراحيتكم يعني اعملوا فيه اللي انتوا عاوزين بس انا انا في كل لحظة في مسلسل الفتوة بحاول اسبني شوية من اللي بيحصل على مستوى الاحداث واركز في جماليات الصورة جرقة استخدام الالوان الاشارب بتاع او مش عالف بيسموه ايه بقى البتاع الستات الاشارب الازرق المزهزه قوي بتاع ليل الاخضر الفائع قوي بتاع البنت الصديقة بتاع الجميلة فيه عناية رائعة مش بس مكونات الصورة على مستوى التباين ده ان الصورة بتاعتنا كلها واخدت ما تسمى بال اللي هي البجات والبنيات حاجة صحراوية مصرية قاهرية قديمة كده ولكن فجأة تلاقي فيه نورس فيه لون صرخ في الشاشة بشكل قاسي قوي حاجة مش متعودين عليها مش متعودين عليها لا في الدرامة التلفزيونية ولا الدرامة السينمائية ولا اي حاجة على الاطلاق زي ما اتكلمنا بالدرجات بتاعتها الملابس انا من الناس ما بعرفش اتكلم عن الملابس ولكن المرة دي لما تيجي تتفرج على الستات البرقع وهما بيشلوه هما بيرجعوه هما بيلبسوه التفاصيل اللي موجودة في الجلاليب بتاعت الرجالة بالعبيات اللي بيلبسوها بالاختلافات بتاع بالكلام ده كله سيبك من انها جميلة سيبك من انها ملفتة الفكرة الاساسية نها حقيقية قوي مش عارفين انتو يا جماعة اللي بيحصل شغل السيمة بس احنا بزبطين وهنا بكليبسو وهنا بتاع وهنا بمعرفش مين الفكرة بس ان احنا بنحاول نزبط المشهد وخلاص انا ما اعتقدش ان ده اللي حصل في مسلسل الفتوة في مسلسل الفتوة الستات لا لابسين اللبس كامل وبيتحركوا بحريتهم كاملة والبرقع ده لما بيتشال بيتسبت بالامور اللي كان بيتسبت بها زمان فعلا ولما بيرجعوا وينزلوا بينزلوا بشكل عمل يباين فمستوى المجهود ومستوى الاهتمام بالتفاصيل في الامور الكتير الاجابية اللي اتكلمنا عليها دي بالاضافة للي بيحصل على مستوى الاحداث والقصة ملفت جدا ولكن على الجانب الاخر مفيش حاجة في الدنيا مثالية بالكامل المسلسل لسه في بعض العيوب رغم انه هو برضو تخطى بعض العيوب الاخرى من العيوب اللي موجودة ان في بعض الامور اللي موجودة عندنا دلوقتي متسابة لبعض او نقاط الحبكة اللي مش جمدة قوي مش متمسكة قوي او نقدر نقول مش صلبة قوي يعني قصة القديمة بتاعت الكنز بيقولك احنا كنا في اخناقة واحنا رجعين واقعنا على كنز مش حاسس ان واقعنا على كنز بس خلاص الكنز اللي احنا عملين حركة الاحداث فيه دوت واحد وهو راجع من مشوار لقاء بس كده احباب خافت من صابر وسمعت حسيبة في جريت بس كده ايه مفردات غضب صابر ده ايه مفردات الرعب اللي هو كان موجود فيه ايه المفردات بتاعت الحاجات دي هنا انا ما بقولش انها عيوب انا هنا بقول انها برضو كمان مرة حاجة من الحاجات اللي هنحط فيها دبوس ونرجع نبص عليها لان انا اتمنى ان الامور دي نكتشف ان اللي كان لها تفاصيل اكتر من كده خلو بالكم احنا دلوقتي بنتكلم في احداث بالدور في الحاضر صورة الماضي في البداية كانت مغيمة قوي 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 بعد ان ابتدت تتضح واحدة 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 عارفين انتوا زي ما تكون كاميرا كده عملت جيب الفوكس بتاعها بعد ما كانت بلوري ابتدت تبقى شارب هي دلوقتي مش شاربت بنسبة مية في المية هي لسه بلوري شوية بس على الاقل بقت متشافة بقت واضحة وعلى فكرة الموضوع ده كان مناكس على المستوى البصري كمان لان احمد الجبالي في المشاهد الاوردية ما كانش بير ان هو فتح يا عبدالوهاب فدي مقصودة بق لا دي دي مؤاخذة يعني مش تفسيرات من دماغنا عحمة فأتمنى ان طول ما احنا عمليين نوضح الصورة بتاعة الماضي الامور تتضح اكتر واكتر ونلاقي ان الصورة داية بتكون ملحمة كبيرة وفي الحالة دي انا عندي اقتراح جميل يا جماعة المسلسل دا محتاج يبقى ملحمة مقسمة الاجزاء واحد هذه الاجزاء محتاج يبقى بريكول محتاجين نرجع للقصة القديمة بتاعت ازاي احمد الجبالي بقى فتوة مش مقتل احمد الجبالي والكلام دا كله ازاي بقى فتوة الحكاية القديمة قوي عجباني الفكرة يعني فكر مراهق شوية الواحد من المشاهدين اللي حاسس ان لو التاريخ بتاع الشخصيات دا وتليمس ودة حتى لو ما كانتش واضحة بالكامل فهي تستحق ان احنا نرجع نبص عليها ونفكر في فكرة اول بريكول في تاريخ الدراما المصرية سواء سينما او تلفزيون ايه رأيكم في فكرة دي لو عجباكم عاوزين نولع الدنيا عاوزين لايك على الحلقة دي عاوزين نوصل للحلقة دي لعدد خورة في من اللايكات علشان فكرة البريكول دا اتنا حب نشوفها عندنا مرة من المرات دا لو ما كنوش هما بيفكروا فيها من الاول يعني كنا تكلمنا قبل كده على الاكشن انه مش حلو الاكشن لسه مش حلو هو يبدو ان الاكشن هو هو الحلقة الضعيفة بتاعت المسلسل دا اللي هما قالوا كبر دماغك خلي المشاهد الاكشن دي مشاهد رمزية بلاش نتقنها اكتر من اللازم هتعدي على المشاهد وخلاص مش يعني حاسس ان انت عملت طبخة جميلة قوي 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 واستخسرت رشة فلفل اسود في الاخر الملح مزبوط مش حادر اتكلم بس رشة فلفل اسود تخلي الدنيا حرقة سيكة كده لا هي تخليك تعتص وانت بتاكل كده تبقى جميلة قوي كانت حتى تبقى هاجلة بصراحة الاداءة التمثيلي المشاكل اللي كانت عندي تراجعت تماما حتى احمد صلاح حسني عامل مشهد رائع وجميل جدا في مواجهة مع ابو ابو صبر لما حسن جي وجهه بعد مقتل حنوقة وقال له فيه ظلم وفيه كلام زي دا وبعد كده هو جي وجه الولد والولد وجهه بمنتهى الجرأة اللي في الدنيا قاله طب ما انت عارف عجبني جدا عجبني جدا ان اداء احمد صلاح حسني في المشهد دا لانه مشهد صعب ومشهد فيه اسقطات مهمة وفيه رسائل جريئة وفيه حاجات مش بسيطة وقدام احمد خليل في درجة شحن عصبي مرتفعة وهو قدر يشيل وزنه فيه انا ما عنديش شك او لو عاوزني اراهن على حاجة انا اراهن ان احمد صلاح حسني حيتحسن مع الوقت وحبه ما هو مسل كويس ولكن ارجع اسأل السؤال دا زي ما سألته عليه وسألته على ناس تانيين من قبله هو ليه كان بياخد الفرص دي كلها من البداية لان الموضوع يبدو بالنسبة لانه هو مش عايد القوي ولكن اه احمد صلاح حسني بيقوله بالانجليزي ابتدنا نتعود عليه ابتدنا نشوف الحاجات اللي كانت من اغصانة في البداية كطبيعة من المكونات الوراثية بتاعت الشخصية والجينية بتاعت الشخصية وابتدنا نتقبلها ونعيش معاها وخلاص بقيت الاداءات التمثيلية كلها متميزة جدا حتى الحاجات الثانوية اللي كانت ممكن تبقى مدايقاني دي ما عددتش موجودة خلاص عندي مشكلة مع الموسيقى التصورية في بعض الاحيان ما تكونش معبرة عن اللي بيحصل في المشهد الموسيقى التصورية بتاعتنا 90% بتوتير التوتر وفي بعض الاحيان بتشتغل وهي مطيرة للتوتر في مشاهد رومانسية في بعض المشاهد الغير متناسبة مع الموسيقى التصورية الموجودة ما عرفش لو ده بالسبب ان المادة الموسيقية التصورية المتاحة مش غنية بالقدر الكافي او حصل نوع من انواع التصورة في بعض الحاجات ما كناش قاعدين مركزين في ان احنا نلاقي القطعة الموسيقية الانسب لطبيعة كل مشهد ولكن بمونتهى الامانة المشكلة دي اللي ما حستهاش في اي مسلسل من المسلسلات اللي شفتها الا مسلسل الفتوة مسلسل حية جماعة مسلسل عايش كده بينبط بالحياة بيعمل اخطاء وبيعمل انجازات بيقع في بعض الفخوخ وبيحقق الكثير من الانتصارات عجبني جدا 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 حقيقيه لو في حد ما بيشوفش مسلسل الفتوة افشتك بتعمل ايه في الحلقة الغايب دلوقتي حرقتها على نفسك ليه تعمل كده بقى اتفرج عن مسلسل اللي ما بيشوفش المسلسل ده لازم يديله فرصته وخوفي من انه ما يكتسبش الابعاد الملحمية اللي هو يستحقها انه انا حاسس انه على مستوى الاهتمام من الجماهير المسلسل مش محقق اعلى الدرجات الممكنة وفيه اكتر من كده بكتير ولو انا ممكن اساهم بزقاية صغيرة قد كده في ان الناس تدي المسلسل ده حق وفقديني عملت اللي علي ده كده اللي عندي على المسلسل كده فضلنا حلقة واحدة بس في الجولة التانية وبعد كده نستمر مع الجولة التالتة ان شاء الله بازن الله مش عارف لو هناخد اجازة في النص لان احنا بالفعل خدنا اجازة يومين ده موضوع هنقرره مع بعض لما نرسم الخريطة كده بتاعت اللي جاي وشكله حيكون عامل ازاي الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجدكم الحلقات اول باول تابوني على فيسبوك تويتر ونيمو وبوديو وبي باي